اه هشرح يعني اه منخص كده المادة على شكل امتحان وان شاء الله اقول فيها يعني اه اللي المفروض يتعمل فيها تمام? طيب اه اولا المادة دي دي يعني افضل ما كان يتذكر منه افضل ما كان يتذكر منه هو انك تحل المتحانات وتحل النظري اللي موجود في المتحانات يعني اصلا تحفظ مثلا قانون ابن الموحد اللي هو مش عارف مية و ومعتاشر مادة واللاحة بتاع مية خمسة وثمانين مدبع تحفظه ما ينفعش. احنا انت تبص على الانتحانات وتشوف الدكتور بيركتز على ايه فيها? وتبدأ من الانتحانات تتجيب بقى من ايه? يعني دي بدأ بتعرف بقى المطلوب منك تيركتز عليه من الانتحانات لانا الدكتور قال لك انا مش خليك تسمع القانون يعني. بس فهو فيه حاجات مهمة كده مفروض تحط يدك عليها في ايه? في المذاكر بس. طيب. انا هبدأ مسلا جزء النظري مسلا في امتحان الفين وسبعتاشر الفين وتمانتاشر. اول سؤال بقول لك اذكر الفروق الاسسية بين قانون البناء الموحد ولاحة التنفيذية. تمام? ده اول سؤال. بعدين بقول لك اذكر العشرين باند انفع احطهم في كراسة شروط المصفات. تمام? وبعدين بقول لك اعرف لحاجة اسمها حد الطريق وخط التنظيم وخط البناء وزواج التنظيم ودوائع ايه? التنظيم. تمام? السؤال الرابع بقى بيقول لك ايه? بيقول لك انا عايز اعمل فرين اطار بالشكل لا كده. اه من الخراسات المصلحة. مطلوب تعمل حصر ومقايسة تسمينية عشان ده الشروط والمصفات تمام. اه طبعا بقول لك الحل عبارة عن صورة ايه? جداول ومش هلتفت لاي اجابة خارجة هزا الجداول. طيب. اعطيك شوية معلومة تربط الاحلال اللي اخذت من الزلاف كرام ده بنسبة واحد الواحد والرفرفة واحد متر من جمال التجاهات. اه طبعا لو مليش الرفرفة قد ايه? انا بعتبرها انها ده من واحد متر من جمال التجاهات. اه ونسبة حد التسليح اه قبلك مئة وعشرين كليجورام للمتر المتعة من الخراسانة المصلحة. سبتها على كل الاطواق. تمام كده? طيب. هبدا كده في اول من اول سؤال يعني من حال جاء حل سريعا كده. انا حال الامتحام ده هجيب حالي. تماما. اه اول سؤال بقول لك اسكر الفروق بين قانون البناء المواحد واللاحة التنفيذية بتاعته. فسريعا كده هتقول له القانون البناء المواحد ده بيصدر من مجلس الشعب وبصدر عليه رئيس الجمهورية. انما لاحة التنفيذية بتصدر من الجهة المختصة اللي هو وزارة الاسكان في زهر. في الوقت تاك كان احمد ايه? المغربي هو اللي كان اه مسك وزير الاسكان. تمام? طيب ده ده قانون اسم ايه? قانون الفين وتمانية رقم مصر وسبعتاشر. يعني هو صدر سنة الفين وتمانية تمام? انما اللايحة التنفيذية بتاعته لأ صدرت في تمانية ربعة الفين وتسعة. اه ده بي مية واربعتشر مدة وده في مية خمسة وتمانين مدة زي ما قلت في الاول. وده عبارة عن خمس ابواب. نفس الفكرة برضو ده عبارة عن خمس ابواب. بس في منهم بيب تمهيري. يعني البيب تمهيري واربعة. وده تمانية وخمسين صفحة. ده اه مية اربعة وستين صفحة. اخليك عارفها وخلاص من الباب العلمي بالشيء يعني. يكون بتحديد البند فقط. يعني ده كده القانون نفسه بيحط طيب تلسى كده. انما اللايحة التنفيذية لا بتوضح قلية التنفيذ وتفاصيل اكثر عن البند. وطبعا ده سمي القانون بندم واحد لانه ازوحد على جميع ايه? المحافظات والقرى في مصر. طبعا دكتور بقول لك الناس اقال ايه? ايه هي? اكتيب لي حوالي عشرين آآ بند انفى هتحطوا فين في كراسة شعورة او مصفحة. انت بالراحة كده ايه? امسك المنشا بتاعك من الاول للاهات خالص. هتلاقي فيه حفر فيه اوعد عدية اوعد مسلحة عزل رادم مباني ست رادم اهلال لك خارصانية انا اعمل قلقات خارصانية محارضة هنف كهرباء سراميك ارضيات آآ واعمال مساعد وتشريفات خارجية وابواب ونجور وسلال المتكيف اللي هو وهعمال معدنية تمام كده? يعني انت ايه? هترسو له عشرين كده واربعات. طيب تعريف بقى حد الطريق حد الطريق كده الحاجة دي موجودة في آآ في قانون البنان المواحد ممكن نجيبها منه الطّول تبقى عرفها تمام? احد الطريق هو معروف ان خط اللي بيحدد عرض الطريق عاماً كان او خاص سواء الطريق كان عام او خاص. خط التنزيم بعد ده هو الخط المعتمد لزي ايه? يحدد حد الطريق يعني هو اللي بيوضع على تعيين حد الطريق وطبعاً بيفصل ما بين المنافع العاما وكلام دة كله تمام? خط البناء بقى هؤلخط الي بيسمح بالبناء عليه تمام يعني هو ده اخر حدود البناء عليه وطبعاً ممكن يكون عند حد الطريق. ممكن يكون برضو على حدود خط التنظيم او مرتدة عن اي منهم على حسب بقى ايه الجهة المختصة هي اللي بتحددوه. وطبعا زواد التنظيم دي دي عبارة عن ايه? عبارة عن المساحة الزايدة اللي موجودة من بين خط التنظيم حدود الملكية. في حالة في حالة ان خط التنظيم برا حدود الملكية. انما دواع التنظيم لا هي حالة هي مساحة واقعة ما بين. آآ خط التنظيم برضو حدود الملكية بس في الحالة دي خط التنظيم داخل حدود الملكية. فبالتالي الجزء لا هيبقى منافع عامة للدول. تمام? طيب السؤال الرابع بقى في الحصر. جميل. آآ اولا قبل ان تبدأ ادخل هنا كده? لا لازم احدد ارتفاع الحفرة قد ايه? وارتفاع الاحلال. والكلام كله عشان ايه تبدأ تدخل في الحل يعني. فنرجع مسلا للمتحان نفسه. المتحان. اولا آآ الحفر. الحفر واضح كده من آآ شكل كده من ارتفاعه تلاتة متر. يعني لو حابين هنرسل. لو نلاحز كده دي عندي متر متر هلاتين من احلال وفوق ايه متر سبعين كم? آآ حفر. فبالتالي متر سبعين متر سبعين فوق الاحلال. فبالتالي لازم احفر. كان لازم احفر من اول هنا لحد هنا بالشكل ده كده. ونلاحز ان هو اصلا قال لي فيه رفراف احد متر من جمالية تجاهد حوالين العادلة. فبالتالي المسافة دي تلقى واحد متر. تمام? آآ فدلوقتي يقدر. فدلوقتي يقدر اقول ان آآ ان آآ عرض الحفر او مسطح الحفر عبارة عن آآ الطول ده كده. في الطول ده اللي هو كان. اللي هو عبارة عن آآ عرض العادية. مجموعة عليه واحد آآ متر يمين وواحد متر شميل. يعني انا عندي مثلا التول ده كده هيبقى تلاتة متر وستة من عشرة. اجمع عليه واحد يمين واحد يكون يبقى كام? آآ خمسة متر وساب عشر طيب. بقوين داخل الصفحة كام؟ داخل صفحة ٣ مص أجمع عليها واحد وواحد يبقى كام؟ يبقى خمسة ونص يبقى خمسة ونص في خمسة وستة ده اعرض مسطح مسطح الحفر. طبعا تضربه في كمية تضربه في تلاتة متر اللي هو الارتفاع ده الجميل. طبعا طيب. هزعر في المسافة دي كامل دي رابط العمود كام. تمام? عشان كان في حد كام حد يسأل عليها. رابط العمود دي كام اه المفروض اللي عندي دي كلها تلاتة متر. في منها اربعة من عشرة هنا. وفيه كمان سبعة من عشرة هنا. وفيه كمان هنا كام. اللي هي متر التلاتين. هلاقي ان في الاخر دي كده هتصفي معي ستة متر. تمام? طيب جميل اولي. طيب انا عايز اعرف يا ريت نعرف العرض ده كان. يعني دلوقتي العرض ده من تحت ستين سمت. طيب ده كان عشان لما مسلا احب احصر اه رابط العمود اقدر اخد الارتفاع اه المتوسط اه اه او العرض المتوسط ليهم مسلا ده. تمام? هولي نجيبها ازاي دلوقتي. طيب بالنسبة لحساب العرض ده. العرض اللي هو اللي نشتغل مسلا الناحية التانية. وبالنسبة لحساب العرض ده مسلا. انا عايز لوقتي عارف العرض ده بكام. تمام? فانا لو جيت خط رأسي. لو جيت خط رأسي كده من هنا كده لحد فوق اللي هو الخط ده كده. من اول هنا لحد اه بطنية الكاميرا دي. الارتفاع ده بكام? الارتفاع ده. ستة متر تلاتين نحوش منها واحد بطنية من فوق يعني خمسة تلاتين ونجمع عليها كمان ايه? ستين سنتي اللي هي ارتفاع الرابة دي. تمام? دي بالوقتي اللي ارتفاع ده كان خمسة تسعين طيب. المسافة دي بكام? المسافة من اللي هي ده وانا هاخد خط رأسي من هنا كده. المسافة دي بكام. دي هتبقى واحد متر نحوش منها ستين سنتي لتحت. يعني اربعين سنتي. تمام? طيب ايبقى انا ادري اول اي? ادري اول ان خمسة تساياين بتديني مسافة جانبية كده اربعين سنت. يبقى ستين سنت تديني مسافة جانبية. اريد تعمل مص لو عملت مص يعني جنا filming بقلت ال贼 ده بقى ستة من عشر في اربعة من عشر على خمسة تسايا. لما بضرى ستة من عشر فربعة من عشر على خمسة تسعية ديك бог الекس دي بقى الربعة من مية. دي كده هيعبارها عن المسافة اقول دلوقتي المسافة انا لو انا جيت خط خط رأسي هنا كده هي عبارة عن المسافة دي الصغيرة دي تمام دي كده مقدرها كم مقدرها اربعة من مية ديها لبعة سنتي فبيتك اقدر اقول دلوقتي اقدر اقول ان العرض بتاع العموت من فوق من هنا كده من الحتة دي كده يبقى يبقى اربعة وستين سنتي يبقى اقدر اجيب عن عرض متوسط للعموت كم اللي هو اا مش اربعة وستين بقى تبقى اتنين وستين سنتي تمام يعني ممكن تشتغل هنا لما تجد حساب مسطح مسطح رابة العموت تشتغل على عرض كده مقدره كم مقدره اتنين وستين سنتي انا شغال فيها انا انا شغلت تقريبا على على كان على واحد وستين سنتي ونص مش هتفرق يعني انت اصلا في الامتحان المفروض تمام زي ما قلت كده ايه يبقى العرض اللي هشغل عليه في رابط العموت هو برعان ستة زائد واتنين ده هو متوسط يعني اللي هو مفروض تبقى اتنين وستين من مية انا بقول انا قلت ان انا اشتغلت على واحد وستين ونص في المية اللي هو اه اشتغلت على واحد وستين سنتي ونص مش هتفر يعني زي ما قلت لك في الامتحان ايه ممكن تفيش وقت تعمل الكلام ده فيتحسب على طول كده ايه حسابات ايه شبه تقربية عشان وقت الامتحان تمام طيب نرجع هذي اللي 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 بس في الوقت كده زي ما قلت ان انا عندي اه لما اعمل الحصر مسلا دايما شكل الجدول بتاع الحصر بالشكل ده اللي هو رقم بيان اعمال الوحدة الكمية لما ست طول عرض الارتفاع المسطحات او الحجوم الجزئية اللي هو الجزئيات بتاعتي واحدين تمزلتها طيب ناجي نمسك مسلا اعمل الحفر اول حاجة حفر حفر اللزوم او يعاد فانا عندي كام قاعدة الكمية عادت مية واحدة اي مين عندي اشمال الطول العرض الكامل زي ما قلت بالكده خمسة وستة وخمسة ومس اللي يعطى تعبار على عرض للعادية مجموعة عليها اتنيم متر وبرضوا يسوري طول العادية مجموعة مجموعة عليها اتنام متر واللي ارتفاع بتاع الحفر اتنام تلاتة متر تضرب اتنين في خمسة وستة في خمسة وخمسة في تلاتة هيديك الجزئية لي هوا تمانطاشر لسوري مية اربعة وثنين hyvin تمانية اآ يبقى الدول تيس وطبعا مفيش تنزليات مش هطرح حاجة يبقى دلوقتي كده ده المجمع فيه تنزلات حالة راح. او الرقم ده نقص التنزلات يديني الرقم ده. طبعا ايه? الاجمال ده وقت مئة اربعة وطمانية وطمانية. طيب. الاحتلال زي موقت بكده الاعتدال بنفس المسطح بطلحة ده. بس الارتفاع بتاعكم اعطيني كان متر تلاتين. اضاء اضرب ده في ده في ده في ده يديني الرقم ده. تمانين وثمانية ارتباعها في الاجمال يبقى. طيب اعمل خرصان عادية كان برضو عندي اعتدين عادية خرصان عادية. تلاتة ستة في تلاتة نصف في اربعة وعشر هو اعطيني ده في المتحان ايه. ايه اللي كده اللعب بتاع العادية اطولها تلاتة متر ستين في تلاتة متر ونصف في ارتفاع كان البان صنط. تمام? ايه. تلاتة متر ستين في تلاتة مصف في اربعين سنتي يديني تضرب ده في ده ده يديك عشر متر وثمانية متر مكعبين. طيب اعمال خرصان مسلحة. تحطوا ده يمانشة بتاع المسلحة. عندي اتنين منها وعندي الابعاد بتاعك امترين تمانين في مترين خمسة وربعين في ارتفاع سبعين سنتي. تضربوا في بعضهم ويديك تسعة متر مكعب وستة عشر. اعمال الخرصانة مسلحة تعريقابة اعمالها زي ما قلت قبل كده اه من انا عندي ايبا اتنين. والاعرض المتوسط للرابط اللي عمول كان 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 بوينت ستة اتنين. انا اخدت انا اخدتها بوينت ستة واحد خمسة عادي مش اكفري يعني يعني لكن الصفحة كان الرقم ده كان بوينت ستة اتنين. وطبعا ده طول بتاعه امام اللي هو موازي لابتجاه الصفحة. لكن داخل الصفحة بقى كان يعطيني كان نصف متر هو بسببتها كده كان لك الارض كان خمسين سنطي وين او او خمسين سنتي وين او حمسين سنتي. يعني هو بسببتها السؤال الارض كله كان خمسين سنتين. طبعا الارتفاع بتاع العمود بتاعها بتاعه بففكوز قلتها كان ستة سنتي. تديني رقم ده اللي هو هون ثلات تتة بس تمام? احمد خلاص انا المسلحة اا للاعمدة بقى الاعمدة. طبعا اللي عندي عملين. تمام? طيب. العرض المتوسط او اللي هو القطع ده. انا خد العرض ده اشتغل عليه. مش هشتغل انا على واحد متر ولا اشتغل على ستين سنتيب. يعني عندنا ستة اربعة وعندنا واحد. مع مفهود المتوسط الرقم اللي هو يبقى. انا اشتغلت عباكم ده. ده هو مفروض يطلع معك. ستة اربعة زياد واحد. على اتنين يطلع معك. تمانية اتنين. تمانية اتنين. تمام? انا اشتغلت جامعة. انا اشتغلت بون تمانية واحد خمسة. احنا انا قلت ان كان في خمسة سنتي كده. في خمسة ميلي سورية راحت كده بقى انا مش عارف راحت فيه. تمام? ايه بس والعرض خمسين سنتي وده ارتفاع خمسة تلاتين. اللي كان ستة تلاتين هو شميناه كان واحد متر في فوق خلص بتاع الكامرة. دايما بالنسبة للحصر. في معلومة كده. دايما الجزء ده كده يعني الجزء ده كده بيتحسب ضمن السقف. الجزء الكامرة والبلطة. بيتحسب ضمن السقف مش ضمن العمول. طبعا هي مبنية على الاتفال اول. يعني انا اما فروض بقى عمل اه اه بيبقى في اتفاق مع الماول الاول هكعب لي عمي هكعب لي العمدة. التقطع بين العمدة والبلطة. تكعبوا مع العمول ولا تكعبوا مع البلطة. لان ما بتفرق. ليه بقى لان هو بيبقى فيه متر مقعب حسابة لما بيجي يعمل حصر كميات او بيعمل آآ اللي هي الاسخار ده. آآ مفروض ساعد بيحمل المتر بالكعب من العمول بيبقى سعره اعلى شوية من آآ فبتفرق مع الماول اللي بيصعب عليها. تمام? آآ بس كده آآ كده اعمال الخارسان المصلحة للاعمالها فقط. عدد رب ده 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 هيتجيب الرقم ده اربعة متر وترناشر. تمام? طيب اعمال الخارسان المصلحة لزوم كاميرات. انا عندي الكاميرا سبعين كان تول الكاميرا كان اتناشر سبعين اللي هو من الاول حتيد. خالص كده. آآ والعرض لالدخل الصفحة كان كان ست خمسة وعشره. وتبعا бойعات التفاع بتاعها اليتمكان اللي هو الرأسي كان واحد متر. والداخل للصفحة كان نص متر وتول بتاعها كان اتناشر سبعين. والاحد ده هو كاميرا واحدة بس. وده طول بتاعها. وده لعرض داخل الصفحة. وده الفاعل هو واحد اللي تقدر بنوفه بعد كده بيجي ستة متر. مكعب وشوية. اعمال الردم بقى. الردم بقى عبارة عن ايه? عبارة عن ان انت هو كده بالزبط الردم ده عبارة عن كمية الحفر تطرح منها حجم الاحلال وتطرح منها حجم الخرصان العالية وتطرح منها حجم الخرصان المصلحة بتاع اه الاواحد وبتاع رقاب الاعمدة. يعني هو بالزبط وبالشكل ده كده. لما احب احسد كمية ايه الردم اللي هنهردمها ليه اصلا? تقريبا المساحة المتغشرة دي يلا احب بيضا احشارها دلوقتي. ايه المساحة المتغشرة دي كده. دي كده اللي هي ايه? اللي هي كمية ايه الردم. طبعا تجيب المساحة دي ازاي? هتقول هو عبارة عن حجم الحفر كله. تطرح منه حجم الاحلال. تطرح منه حجم الاواعد العادية. تطرح منه حجم الاواعد المسلح. هتقدر احملنا حجم جراءة بالعمل. فاجبها ازاي بس تخرج? عندي اا عندي الحجم بتاع الحفر كان مية اربعة امينيه شوية ولسه حاسبين فوقهم. طيب. ده كده هيتحط فيه الجزئية. انما في التنزلات بقى في التنزلات اللي هتطرح اروح حطت ايه? حجم الاحلال اهو. وفيه حجم الخرصان العادية اهيه? وفيه حجم الخرصان المسلحة للاواعي ده ايه وفي حجم القابل العام ده اهو اللي هو الرقم اللي هجيته ده. جميل? طيب. تجمع ده طبعا ده يتحط في الاجمالي هنا كده. هنا كده اهو. الرقم ده يتحط في الاجمالي هنا. تمام? وتاجي تجمع ارقام دول يطلع معك مية. ده ناقص ده يديك ايه? يديك ان الرقم الكامل عمارة عن اربعة وثمانين آآ وسبعة وثمانية مية متر مقاعدة. تمام? طبعا اعمال العزل بعد. اعمال العزل ده انا هوضحها على شكل ايه? رأس ما داني يدير كده. عندي آآ الغازل تمام? هعزل ايه? اول حاجة هعزل الخرصانة اللي هي. هعزل الخرصانة العادية. الخرصانة العادية هتعزل من الجنب ده كده. الجنب ده كله كده هتعزل. يعني الجنب اللي انا بعلم عندي ده قل كده هتعزل. طبعا من هنا كده برضو. الجنب اللي زيما ناحية التانية. واللي زيما ناحية دي تمام? والوج ده كده. تمام? طيب. الوج ده كده المساحات دي احسبها ازاي? هم يفروض احسب المساحة دي والمساحة دي انه هو الجانبية والصiche. بس الصبحية اطرح منها, ايه? اطرح منها مساحتي المسلحة. تمام? طبعا طيب انا عندي المساحة الجوانب وبعبار عن ايه? الطول ده تلاتة متر ونصف طول ده تلاتة متر وستة. فالجوانب اللي ارتفاع كم احتضار بالليرتفاع بالمحيط. الارتفاع. ما تضربه فيل محيط ايه بقى الأرتفاع بعkovين سنطي ضربه فيال محيط لوله تلاتة متر ونصف تلاتة متر ونصف تلاتة ستين تلاتة ستين هيديك في Pelif 5 متر مسطح وسطة متعة عشر أو طواني يو ستين مماية طيب. ينسبة بك الجزء ده. الجزء اللي هو ده كده. اللي هو الصفح ده كده. نجيبه ازاي? والمساحة كلها تلاتة متر وستة في تلاتة ونص نطرح منها ايه? مساحة المسلحة هيطلع معك خمسة متر. كان آآ اربعة وصف عين. طيب يبقى المسطح انه اجمال المسطح لعزلة كام? تجمع ده زائد ده او هبقر عن حداشر اتنين واربعين للقواعد العادية بس. طبعا ده كمان لا لا احدة واحدة منهم. يبقى الاعدتين كام تضرب الرقم ده في اتنين. جميل طيب يبقى بالتالي. بالتالي اول حاجة هنا. الرقم ده زي مردت يطلع معك كان حداشر اتنين واربعين للخارصان العادية وفي منه اتنين يبقى كان يبقى تنين وعشرين اربعة وتمينين. طيب بالنسبة للخارصان المسلحة نفس الفكرة. الخارصان المسلحة لما اجي لما اجي اعزل الخارصان المسلحة هعزل برضو الجنب ده كده. والجنب ده برضو. والجنب اللي زي الناحية التانية وناحية التانية والسطحة ده كده. السطحة ده كده هعزله بس مطرح منه كان مطرح منه مساحة العمود. تمام? فالنسبة ده عبارة عن ايه? عبارة عن. عبارة عن. ايه? ناجي نوضع كده. عبارة عن السبان سنتت في مخيط. اللي هو مترين خمسة وربعين ومترين خمسة وربعين مترين تمانين مترين ثمانين يطلع معي سبع متر مربعة وشوية. طيب. ومساحة الزبحة بقى هو عبارة عن مساحة المسلحة وهو شو منها مساحة العمود? العمود ابعه ستين سنتر خمسين سنتر. هذالت لها معنا ت вполне ستة متر وشوية مسطح. نجمع الاتنين من مساحة العزل الاعداد واحدة هي عبارة عن تلاتاشر متر مربعة. تمام? يبقى لو طرفت في اتنين عشان عنده عبرتين يطلب معي كم سبب وعشرين مشوهية. يبقى ده بالنسبة اه ده بالنسبة للرقم ده. تمام? طيب بالنسبة للرقم التالت ده اللي هو بتعريق بالاعمدة نفس الفكرة الموضوع ما يعني ايه? اهو بنسبة للرقم الاعمدة انا قلت ان نحسب المتوسط اللي رابط اللي عمود ارتفاعها كان ستين سنتيه وعرضها من تحت كان ستة نئو عشرة ومن فوق كان ستة اربعة بون ستة اربعة يبقى نتوسط تاتنين بش هتفري بقى بون ستة نين و بون ستة وحد خمسة هاني طيب عشان نحسب اللي هتعازل طبعا هو غارقة على المسطح الداخل الجانيبي ده بكام؟ هتضرب المحيط بتاعه وفل الارتفاع على الوحيط بون ستة وحد خمسة بون ستة وحد خمسة زال نص زال نص له المتوصل ده كده طبعا هو نحن هنا هتصح بوين ستة اتنين بس تضربها وفي ستين سمطية الارتفاع تجيب المسطح بتها العزل متر وشوية تمام? تضربه في اتنين عشان عندي رابتين عمود يطلع معك اتنين وشوية. تمام كنو? يبقى ايه الرقم ده كده? طبعا في غلطة الرقم ده لما اضربه في اتنين الرقم ده هو لما اضربه في اتنين مش هيبقى ستة عشرين لا ده هيبقى هيبقى اتنين وستة سبعة ستة معك اللي اتنين تتعمل ايه? طيب. بالنسبة بقى لو لو حابت اجمع كمية الخاصان المسلحة كلها تطلع معك تجمع ايه ازاي? انت عندك هنا اهو? عندك خاصانة اه مسلحة بالقواعد بستة بتسعة وشوية. والرقم الاعمدة ببونت اربعة مسلا. والاعمدة بقى اللي هي فوق الرقم الاعمدة اربعة وشوية. والخاصانة المسلحة بتاع الكامر ستة وشوية اطلع معك تجمعها ويطلع معك في الاخر كامة عشرين وشوية تمام? وطبعا اعمال اه اه حدم او كمية حديد تسليح كان ايه لنا كام كان ايه لنا مية وعشرين كيلو جرام في المتر من قاعة تمام? اه فان هضرب كام هضرب بوينت واحد اتنين اللي هي بوينت واحد اتنين تن تضربها في الحدم تاع الخاصانة مصلاحة يديك كام يديك كام طن انت محتاجه بس ده كده بالنسبة اه اه للي هو الحصر. يعني طيب هو طالب تعمل مؤيسة تسمينية. مؤيسة تسمينية تبقى ايه شكلها سابت. رقم البنت بيان الاعمال الوحدة التنمية الفئة بالدينية الانية. طبعا ايه لها كافة من المؤيسة تسمينية وكف فيها ايه شوية شروط ومواصفات للبنت. لكن دايما دايما المؤيسة تسمينية بنصفها عن كاراس شروط ومواصفات. يعني دايما دي حاجة اسمها مؤيسة. بيالحاجة اسمها كاراس شروط ومواصفات. آآ كاراسة شروط ومواصفات بقى تكتب فيها بص بقى تكتب فيها براحتك. اقطع تكتب فيها كده كبير. كتهم كبير. تكتب مسلا راكل بنت بتوعه تكتب فيه شروط ومواصفات وهيتنفس هيتنفس الزي والكلام ده كله. فطبعا يعني مستحيل تعمل ده في الامتحان وتعمله في رأس شروطه مواصفات فهو دايما ايه? اه الطبيعي انك بتكتب بتكتب شوية مواصفات للباند بتاعك اه داخل المؤيسة تمام? فقلنا المؤيسة التسميلية يعني يعبارها عن كمية واسعار. فان انا ارتجاجي يبقى اعمل الحفر قلت بالمتر شوية وصف لها بالمتر مكعب حفر في جماعة مع التربة لزوم اعمال الاساسات والفقة تشمل توريد المعجيات والعمالة ونقل المخلفات المتيجة من الحفر الى المقادر العموية ويجب ان يتم العمل طبقا لتعليمات المهندس المشرف والرسومات والكلام ده قدوا يعني شوية ايه? تعريف بالباند. تمام? الكمية لحسب تلات لاتمائة وثمانين وسعر المتر المكعب الحفر تقريبا خمسة وتلاتين جنيه. يبقى تضرب ده تدكر الايه? اللي جمالي بجنيه. وكذلك اعمال اعمال الاحلال برضو تتفليها شوية مصفات وتضرب كان اه في سعر المتر المكعب من تربة الاحلال. ميتين وخمسين. ليه غالية شوية? لان فيها اختبارات وفيها النوع طلبة معين ومش تربة طينية ولاي حاجة لا. ده رمل وزلط بنسبة واحد لواحد. وبيتعمل كل اه على طبقات كل اه خمسة وعشرين سنتين. وبيتضبط وفيه اختبارات ونوال كبير كده انا. واعمال الاردنو برضو نفس الفكرة. اعمال الاردنو برضو بيجفيدها اشتراطات. اه من رمل من تربة معين رمل اوزلط بنسبة. وهكزا وبتدعمل كل اشيرين سنتين وبتدعمل برضو. تمام? تجيب كمية تضرب في السعر. وعمال الخرصان العادية سعر المتر المكعب فيها تقريب سوى مية وخمسين. طبعا ده تكتل ده شوية مصفات والكلام ده كده. العزل. اه سهولة دي ده اعمال الخرصان المسلحة. طبعا المسلحة المتر المكعب خرصان مسلحة تقريبا هلفين وسبعمل جنيه. الربح في الكمية يديك ايه يديك اه انت محتاج الخرصان المسلحة ايه? في الاساسات. طيب بالنسبة لباقي الهيكل الخرصان هتبقى تضرب برضو في السعر برضو تمام? وعمل العزل تقريب من المتر المسطح فيها بيحتاج اه الف بيحتاج مية وتسعين جنيه. تمام? بس ده المتحان هو ايه الريد يكون الدنيا زبط كده. واما حاجة الورد من المتحان ده المشانين على حيال دولة ارقامة ده. الورد من المتحان ده ان انت يعني انت عرفت ازاك المنينة متونش ازاي ياسف المادة. المادة سهلة اه زي مرتدك وما يفعش وتبتحفظ قانوني ده الموحد ان ايه وارباحتش المادة لأ. ده انت تشوفوا الايه المطلوب في المتحان وتعمل زيه تمام كده. عن مسلا مسلا على سبيل المسال فيه متحان تاني هو اعطيك شوية اكمل في الاول كده. هو خط المعتمد اللي ديقول على دعين حد الطريق احنا هنا جميعا خط التنظيم. وفقا لقانون البلان الموحد فان الحد الادنى للمسطح داخل الغرفة السكنية دايما بمسلا متر ونص الحد ادنى اتنين ونص متر وحاجات زي كده. وفقا لقانون البلان الموحد فان الحد الادنى لغرفة السكنية والمكاتب تمامين سنتي. ورد من الهندس يتعرفوا كلام ده كده يعني اعيز مسلا اجيب الوقت انا رمعتم قانون البلان الموحد. اللاحة بتاعتمه اللاحة الفيزية. فانا هعمل ايه? يعني انا وانا بذاكر وانا بذاكر كل ما قدرني سؤال بعمل ايه? الواقع جاي راجع على قانون البلان الموحد. اعلم علي. يعني اعلم على حيات المهمة فيها. يعني مسلا هتلاقيني اعمل هنا علامة ايه? مربعة و هتلاقيني ورده هتلاقيني ورده وعامل اكتر من يعني مسلا كل حاجة كل حاجة بالتفاجة في الامتحان بعمل عليها كده علامة بحيس لما جي بعد كده حبيتها راجع مسلا قبل الامتحان بساعة كده او بحاجة حبيتها ليه مدينة يكون معنا دفل ديف زي ده كده اعلم فيه هجيب فيه حاجة لانا ايه محتاجة يعني مسلا انا معلم عليه هنا اهو بقول لك الحد الادنى للمسطح اه داخلي اللغرفة السكنية بقول لك سبع متر اونس هو بحد ادنى تين اونس متر لجواب وتمينة ودورة الاماية تمانين واحد تمانين متر مسطح بحد ادنى تمانين ثمانين سندر والمطابق تلات متر بحد ادنى متر ونص وكزا يعني انت فهم دي حاجة مسالية يعني تمام فيه برضو حاجات تانية معلم عليها اه الابواب بقول لك اللغرفة السكنية بمكاتب تمانين سندر الحمامة المطابق سنين محلات تجوارية متر اللي دراشات مترين تمانين وها كزا يعني انت ما كده ترقى فهم الدنيا وطبعا ده تعريبا جاثف انت حنا بدي كده ده هو ايه عرض الايم والنيم وعرض السلمة العرض السلمة يعني طول السلمة المعنى صح اللي هو العمودية على التجاس السير تمام اتبقى متر عشرة لو كان الدور الواحد بس فيه اربع شوعة كحدة اقصى تبقى متر تلاتين لو الدور الواحد بس فيه اكتر من اربع شوعة تمام وطبعا الايمان متقلش عن سبعة وشورين والايمان متزدش عن سبعتاشر وحدة اقصى عدد الدربات وربعة اربعتاشر الدربة وقال ارتفاع الكابوستات سينسونت يعني الحاجات دي بيت اصلا الحاجات من المهمة اللي هو لازم تبقى عارفة كمهندس يعني فان طريب عندك معلومة عنها طبعا فيه هنا السؤال ده مهم قوي السؤال ده مهم بيجد انتحانات كتير يقول لك اي هي المساعدات المطلوبة لاستخراج ترخص بناء هتقول له على طول كده اول حاجة سرعة من بطاقة الرقم الكومي اللي هطلع ترخص باسمه ولازم يحضر عشان يعمل توكيل المهندس المشرف المهندس اللي هيكمل اجرار ولازم يعمل حاجة اسمها حسابكو متل اعمال كده تقريبي وتعمل شهادة صباحية للاعمال ومنها هيعمل بعين صباحية للموقع ان هو ايه صالة الاستخدام يعني بس وقبس الاسنسة من الرسومات المعمارية المعتمدة من المهندس السؤال ده مهمو بيتكرر فيه واحد وحاجة تانية كانت مهمة اه بقول لك با بقول لك اه المالك اللي هينفز او المالك اللي عايز يشتغل في شغل معايد تكلفة الشغل ده او قيمة الاعمال دي تحدي تلتمية وخمسين الف جنيه لازم لازم يقدم صورة من عقد المقاولة في دماغة الاتحاد لمصري اللي مقاولي التشهيد وتناء تمام الكلام ده لو قيمة الاعمال زي العمالية لازمية خمسين الف جنيه السؤال ده بيجي في اكمل كدير فيه برضو سؤال تاني اه بيقول لك اه لما بجي رخص اعمال الاعمال عندي بتترخص بيتقسم جزئين اعمال الف اللي هي جمال اعمال وفاها به اللي هي الببنة السكنية اللي ارتفاع على الارضية اعلى طبع فيها منزلش عن كام عن ربعة وكثلين متر والنبادل الادارية والتجارية اللي يزيد ارتفاع ارضية على طبع فيها اتنين وعشرين متر دول كده فائتين تمام ففيس اتبعهم بيقول لك ايه بيقول لك ايه ايه اشتراطات لمهندسين والمستطالبات المكاتب الهندسية للاستخرج الترفيز هتقول له لو انا هشتغل في عمال الفئة الف محتاج ايه تلاتة مهندسية مهندس معمار نقابي خبريته ما تليش عشر سنين مهندس مدني خبروته دائق قبل عن عشر سنوات برضو ومهندس نقابي تاني يتخصص اعمال كار ميكانيكية تمام بالنسبة بقى لو لو في عبا لو في عبا انا مهندس نقابي سواء معماري او مدني له اسجل الهندسية بخصص في مجل الهندسية تمام في كمان حاجة اه في السؤال ده ايه كارب برضو في الابتحانات في حال وجود مخالفات اه على مهندس الجهة الادارية يعني لو مهندس الجهة الادارية معدي مسلا في الشرع الصوت فعلي حد بيبني او حد بيعمل حاجة المخالفة فالمخالضة يعني في شوية اجراءات كده عزم يعملهم اول حاجة هيعمل تنبيه كتابة كده المخالفة ويدي لهم هده مسلا فوضون خمانستاشر يوم المصلحة مفترض مسلا بعد خمانستاشر يوم بعد ما انتهى المهلة الراجي ما اعملش حاجة فالراجي اعمل ايه قرار ايه كاف اعمال ان هو مش هيشتغل تاني بيه مش هيشتغل الاعمال تاني وعامله محضر مخالفة ومحضر عدم تنفيذ قرار تصحيح الاعمال ما هو مرضش ينفذ الامال فهعمل له ايه محضر عدم تنفيذ الاعمال ومحضر استعناف اعمال لو اشتغل لو اكمل تاني تمام وطبعا اتقرار بقى ازالة او او تصحيح للاعمال بتاعته وسل فتاة مخالف يعني هو اعمل اعلان يعني هو حاجات ايه وابلاغ رئيس الجهد الدرية لو ايه لو فيه عقوة كله كده تمام بس تقريبا هو ده كده اا كل حاجة تقريبا او بمعظم النظري المهم يعني بس السلام عليكم اتطورة تاته اشتركوا في القناة